مسيرات متعددة جابت هم شوارع العاصمة الموريتانية واكشوت للتعبير عن رفض التعديلات الدستورية التي تستعد الحكومة لتمريرها عبر استفتاء سيجري في الخامس من أغصص القادم أحزاب وحركات سياسية وحقوقية وشخصيات مستقلة عبأت للمسيرات وشاركت فيها رغم أنها تنحدر من مشارب ايديولوجية متباينة ولا يجمعها سوى الرغبة في افشار الاستفتاء هذه مسيرة وطنية في كل عناصر الطيف السياسي الموريتاني الوطني ولا يتصوت لا يتنعى أن الشعب مصوت ضد الاستفتاء من نفسه خارج القانون وخارج الدستور وهذا تصويته لا يظهر للناس كاملة على أن الشعب رفض هذا الاستفتاء المسيرات انتهت إلى مهرجان خطابي في قلب العاصمة المتحدثون رفضوا ما سموه العبث بالدستور محذرين من أن هذه التعديلات الدستورية تخفي وراءها الهدف الحقيقي المتمثل في تعديلات أخرى تمدد فترة حكم الرئيس الحالي ورافض المسار الذي قابل نظام العبد العزيز ومعبر عنه من خلال هذه المسار التي تعود ان شاء الله مسار ضخمة تعبر عن الشارع الموريتاني عن الرافض وعن تحقيق الاهداف التي تسعى لها المعارضة وهي إفشال المخطط وإفشال هذه التعديلات هذه الاحتجاجات تأتي في وقت تكثف فيه الحكومة من حملاتها الدعائية لصالح تعديل الدستور في القرى والرئافة ومن التعديلات المسيرة للجدل إلغاء مجلس الشيوخ وتغير ألوان العلم المادة 38 والمادة 2 التي تعطياني ترجعاني مصدر السلطة ومصدر التشريع إلى الشعب باعتباره مصدر السلطة والمادة 38 وواضحة وصريحة في هذا المضمون وهذا المعنى بالنسبة لمواقف أقلية قليلة من الطيف السياسي الموريتاني ما يسمون أنفسهم بمنتدى معارضة وغيرهم لن تؤثر مطلقا على إرادة الموريتانيين في السعي نحو التغيير الاستفتاء المرتقب أقره الرئيس محمد العبد العزيز بعد أن رفض مجلس الشيوخ تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان يقسم هذا الاستفتاء الشعب الموريتاني بين معارضة تعتبره تعديا على الدستور وتتعاهد بإفشاله وبين حكومة تعتبره في صميم العمل الديمقراطية محمد فضل الحرة نوكسر